تفكيك فيه برشة حالات مواز فما حالات التفكيك القانوني وفما حالات تفكيك القضائي اليوم نحن تحدثوا على تفكيك قضائي التفكيك القضائي يجي نتيجة شنو؟ نتيجة جملة من الأعمال القضائية اللي تقوم في مرحلة من المراحل القضائية أساسا عادة ما تكون في مرحلة التحقيق الغاية منها هي تحويل يأما تفكيك الملفات على قاعدة تهم الإحالات يأما تفكيكها على قاعدة المحالين فيها وفي بعض الأحيان كما في الملف هذي شنو نصعها؟ باعتبار أنه مقيدين بقرار ختم البحث لازم يكون في الـ 14 شهر باش الناس ما يصيرش في الهل لا يفرج وجوبي فيصير عملية تفكيك يعني خلق ملف ثاني بغاية أنه الملف الولاني كي يتحال الناس التي لم يتم إحالتها في الملف الأول أو تم السهوة عنها أو الحقائق المرتكبة أو مواصلة العملية التحقيقية تتواصل في ملف مفكك هي تقنية رأي مسألة ما هيش الناس خاتر بها ومن بعد يمكن ضم الملفات إلى بعضها البعض وهذه العملية هي عملية تقنية بغاية ضمان أكثر ما يمكن من محاكمة وقت يش الملفات تتفكيك تولي خائبة أنا أحكي بطريقة مجردة بغض النظرة وقت اللي تم التفكيك ويصبح قاضي معناها تحقيق متعاهد بنصف الحقيقة وقاضي تحقيق آخر متعاهد بنصف حقيقة أخر ولا يمكن أنهم يتواصلوا بأي حال من الحالات ما بعضهم لأنه جزء يبدأ متعاهد بما فعله مثال طارق وجزء متعاهد بما فعله معز في حين أنه طارق ومعز هم متوافقين وعملين نفس الجريم نفس الجريم آه في حين أنه لازمهم يتم الضم الملفات لبعضها حتى تضاح الحقيقة في سردية قضائية وفي رواية قضائية مواحدة التفكيك ساعات يبدأ محمود وساعات يتحول إلى حالة من حالات تمثل حقيقة في حالة شكري بالعيد حسب رأيك كيفش؟ في حالة شكري بالعيد هو ملف شوف أدعي أني نعرف أعتقد أنه من أعقد الملفات اللي مرت في تاريخ القضاء التونسي حجما ومعطياتا ومحالين معدد وغيره اليوم نتحدث على ديزين لبوات درشيف عشرات لبوات درشيف الاستنتقات والسماعات وغيره الناس شافت 500 صفحة متقرار دائرة لاتهامة ديك جزء اليوم حتى في مستوى المحكمة الاستنتقات اللي صارت أمام الدائرة هي استنتقات فيها جزء كبير من المعطيات الجديدة وعلى ضوء تلك الاستنتقات سيتم فتح أبحاث جديدة مع العلم أنه المدة التقادم سقوط في الجريمة الإرهابية هي أعلى من التقادم في الجرائم العادية وفي الجينيات العادية وهوني في ملف شكري كانت فيما مرحلة التفكيك كان فيها عادي وطبيعي مرحلة ثانية التفكيك ولا مضر بالحقيقة مرحلة أخرى كانت تجميع الملفات وجزء من الملفات مسألة ضرورية الناس تحكيكي تقول كيفاش لأنه كل مرحلة من المرحلة مقيدة أنت بقواعد إجرائية ما تنجمش اليوم نعطيك مثال يجي إرهاب كبير في ملف شكري قدام الدائرة ويقول راني فلان لهو غير محالفة ومس موجود داخل قاعدة وغير محالفة الملف هو من ارتكب ذلك الفعل أو جزء من الأفعال المادية عندها علاقة مباشرة من نجمش لأن المحكمة مقيدة بالإحالة إحالة في مستوى النصوص وفي مستوى المحالين في مستوى الأسماء مثل الجمش تتعصف وتزيد تجتهد النيابة العمومية دورها كان ما زالت لم تسقط بالتقادم إنها تثير الدعوة العمومية وتأذن بفتح بحل حتياتي أو غير ذلك وتباشر الأعمال القذائية اللي هي تشوفها ضرورية هذا يرون مش في كل قذاء القضية الشهيد شكري بالعيد هي قضية تجمع عديد وكانت الدائرة ذكية جدا في مستوى التعامل وهذا يحسب لها إنه حتى الشخص الغير متابع للملف سابقا وقت ليحذر الجلسات في عملية استنطاق المتهمين وتقسيمهم إلى مجموعات في مستوى الاستنطاق يفهم تفهم السردية كيفاش تبنيت تفهم الحكاية كيفاش تحكيت تفهم الطبيعة المناخ هذا الجزء الخاص بالتنفيذ لليوم 23 وهو مغير كاملين موش كان 23 نظومة لنفذ حتى في التنفيذ غير مكتملين وفما أسماء أخرى سوى كان ماتت أو تم تسفيرها إلى الخارج أو سافرت إلى الخارج وعناصر محورية ومركزية في الملف إضافة إلى ناس كانت موجودة في تونس ولم يوجه لها الاتهام وهون يبش نفتح بارانتاز صغير جدا الناس تقول توموا مرتكزين على أعمال قاضي التحقيق وفما خيار يعني وكأنه فما قبار جاقوذات من تجي تختار فماشا ذاك عمال قاضي التحقيق بنقائسها وكوارثها لا تحقيق لكن كانت دائرة اتهام لا يمكن أنتم مارس عمال تحقيقية لا يمكن أن تقول لها سمع هذا رجع على هذا سمع هذا عمل لي اختبار هنا عمل لي اختبار هنا وذلك عملت له في أكثر من مرة وذلك عملت في أكثر من مرة ورغم ذلك صارت أخطاء في مستوى التتبع في مستوى خاصة التحقيق أديت أنه عناصر دي بليئة معناه في الرواية اليوم ما همش محالين في الملف هذين وإبدا من لي أصدر الفتوى وهو موجود دوا موجود في السجل على قضايا أخرى لكنه غير محال في القضايا هذين ونمشي معك عشر سنوات يحال تسراح يصول ويجول ورغم ناشي نحكيه على الارهابيين تولدهم بارح عنده عشر سنين في دومان الإسلام نحكيه على الارهابيين فيهم واحد محمد العوادي مصنف رقم واحد في لائحة مجلس الأمن بتاع تصنيف الارهابيين نحكيه على الارهابيين من طينة أسامة بالليدن وهي من الظواري ومعناهم نحكيه على الليفل العالي من إيش نحكيه على وحدين مخذينهم دوزام شواء نحكيه على الارهابيين تيراز أول نحكيه على أبو عياض نحكيه على محمد العوادي نحكيه محمد العكري كان في بوغريب هذو ما اللي شملتهم عقوبة العدام العدام معي معناهم عدي سنوات سجنية واحد هو وقت اللي يبدأ يعرف في نفسه انتلقت في العمل الجهادي منذ سنوات البداية الألفين صاحب اللي تعرفوهم الكل صاحب أبو بكر البغداري وغيرهم معناها رأوا اليوم وقت نحكيه على ملف بهذا الحجم الناس ماشي في بيلا فمه زوزة كيف الشارع واحد الكب يركب صاحبه في سكوتر وقالوا بالله هاي امشي معايا عنا واحد رأى مش لقتلوه بلكش جريمة مرور هاي بلكش حادث مرور نحكيه على جريمة فيها بوعد دولي جوزة من الفلوس اللي جيت راهي للتنفيذ هذه الجريمة جيت من تنظيم القاعدة باليمن ونعرفو الاعدد ونعرفوش كون جابها بلخي ليه لبحاث نحكيه ولا حاجه مركبة معاقدة مايج حاجه رأي مسايبة كايك وجيك واحد لقرأ الملف ولا راه ولا تطلع على المتهمين ولا ترى على سائل البحاث يقولوك والله هذه المحاكمة الحقيقة تعربي لم يما كشفت كل الحقيقة يما لم تكشف الحقيقة ويبدأ احتيك في سرديات معناها وفي احكام مطلقة ما عندك بيها معناها حتى على هذا الملف مركب ومعقد فيه ابعاد دولية وفيه ابعاد معناها وطنية متعلقة بمجموعات متعدة مترابطة ببارشة قضايا اخرى ملف شكري مرتبط بملف الشعانبي وملف الجبل محمد العمري المحال في هذا الملف هو معناها من الناس اللي كانت موجودة في الجبل وكانت حاضرة في ذبحان الجنود كاميل القذقاذي نفسه كان موجود في الجبل عديد من الناس اللي اليوم انا احكيه عليهم هذي ملفات مرتبطة ايضا بملفات اخرى متعلقة بالدب والسلاح من اهلة والدب والسلاح من المدنين ملف متعلق بدار الروال هذو كله وهذو ملفات قذائية موجودة بيش تظهر الحقيقة فم ملفات خلقت تحولت الى جزء من هذا الملف تو انت ملف مثال فرار ابو عياض من جمع الفتح هو واحد من العناصر اللي نجمو نفهمو بها هل انو كان فم ارتباط ما بين الدولة وتنظيم انصار الشريع هل انو ذلك الخيار كان تقدير ذاتي لم يصب ام كان قرار انتع دولة متعلق بالتعامل مع هذه المجموعات؟ واضح الاجتماع اللي تم اتخاذ فيه قرار اختيال شكري بالعيد الكل الناس اللي كانت حاضرة ما عادة كمال القذقاذي كان مفتش عنها في حدث الصفارة الامريكية ورغم ذلك صار الاجتماع بتعرف ان صار الاجتماع في دار ابو عياض بتعرف حجم حجم الكارثة الامنية اللي كنا نعيشوا فيها هذي لخلي اليوم راهو الملف في لحظة تاريخية مفصلية هذا جزء من الحقيقة ليس كل الحقيقة لو لا يمكن ان يكون كل الحقيقة لان هذه الحقيقة القذائية هي موزعة لم يلفات اخرى وان شاء الله نخلطه نهار نعرف كل الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة دون حتى تحامل على حتى شخص وانه الحقيقة لانه من مصلحة الشعب التونسي انه يعرفها كما هي موسيقى موسيقى